وأكد المهندس عماد العودة نائب الرئيس المشتريات والخدمات المساندة في الاتصالات السعودية أن الشركة تعمل على برنامج روافد منذ أكثر من عام والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات في المملكة وكذلك خلق أفكار جديدة نحن نتشارك بتحقيق هدف من أهداف الستيسية اشتغلت على هذا الموضوع تقريبا من سنة وشوي الهدف منه أنه كيف نخصص جزء كبير من الاستثمار التي تضعها لشركة الاتصالات السعودية في السوق المحلي من هذه المبادرة بنينا فريمورك يشمل على جميع المعايير الصحيحة بالنسبة للسعودة بالنسبة للإستثمار في القطاع للمنشآت الصغيرة ومتوسطة بالنسبة لخلق مصانع فعلية داخل المملكة العربية السعودية أو خلق منتديات أفكار لأفكار عالمية ممكن تتحقق في المملكة العربية السعودية كان هذا هو الدافع لمبادرة الاتصالات السعودية شركة الاتصالات السعودية لتطوير القطاع الاي سي تي الانفورميشن كومنيكيشن تكنولوجي سكتر عندنا في المملكة العربية السعودية